اشتركوا في القناة مجلسا للحكومة برئاسة سيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة خصصا للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوصي القانونية في بداية أشغال هذا الاجتماع تداول مجلس الحكومة وصادقة على مشروع مرسوم رقم جوج 22481 يتعلق باللجنة المركزية للسلامة البحرية والوقاية من التلوث سفون الصيد البحري قدمه السيد محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغبات ويأتي هذا المشروع تطبيقا لمقتضيات المادة 35 مكرر من الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 28 جمادة الآخرة 1337 و31 مارس 1919 بمثابة مدونة التجارة البحرية كما تم تغييره وتتميمه والتي تنص على إحداث اللجنة المركزية للسلامة البحرية والوقاية من التلوث الخاصة بسفون الصيد البحري ويهدف هذا المشروع إلى تمكين قطاع الصيد البحري من التوفر على مؤسسة قادرة على تزويده بالأراء اللازمة للتتبع التقني لسفون الصيد البحري ولتجهيزاتها كيفما كان حجمها ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تحدد تكوين اللجنة المركزية للسلامة البحرية والوقاية من التلوث الخاصة بسفون الصيد البحري وكيفية اشتغالها مع الإشارة إلى أن سفون الصيد البحري لن تبقى خاضعة لأحكام القسم الأول من المرسوم رقم 63-397 الصادر في ستة من جماد الآخرة 1383 25 أكتوبر 1963 بعد ذلك تداول مجلس الحكومة وصدق على مسرع المرسوم رقم جوش 22-800 بتحديد قواعد النقل الجوي للأشخاص في وضعية إعاقة أو دول حركية المحدودة قدمه السيد محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجيستيك ويندرج هذا المشروع في إطار ملاءمة التشريع الوطني مع أحكام الاتفاق الخاص بالطيران المدني الدولي الممضى عليه بشيكاغو في سبع دجمبر 1944 الصادر بن شرهي الضهير الشريف رقم 1-75-172 بتاريخ عشراء دي القعدة 1376-8 يونيو 1957 لا سيما الملحق رقم سعود منه الذي يحدد طبيعة المساعدة التي يتعين تقديمها للأشخاص في وضعية إعاقة أو دو الحركية المحدودة في المطارات وكذا على متن الطائرات ويهدف هذا المشروع إلى تمتيع الأشخاص في وضعية إعاقة أو دو الحركية المحدودة عند لجوئهم إلى خدمات النقل الجوي بمجموعة من الضمانات القانونية في علاقتهم مع الناقلين الجوين ومنظم الأسفار وكذا مدبر أو مستغل المطار ويتضمن هذا المشروع أحكاما تنص على حق الأشخاص في وضعية إعاقة أو دو الحركية المحدودة وكذا مرافقهم عند الاقتضاء في الاستفادة من مساعدة خاصة تضمن لهم الولوج إلى مجموعة إلى مجموعة الخدمات التي تقدم عادة للعموم في المطارات المتواجدة فوق التراب الوطني وكذا على مدن الطائرات ومنع الناقلين الجويين من منظم الأسفار الذين يقومون بتسويق خدمات النقل الجوي في المغرب من أن يرفضوا على أساس الإعاقة أو الحركية المحدودة حجزا من أجل رحلة جوية تنطلق من مطار مغربي أو تتجه إليه أو تعبر منه أو أن يرفضوا ركوب شخص يتوفر على أجز صالح بالإضافة إلى مقتضيات تحدث طبيعة المساعدة الواجب تقديمها للأشخاص المذكورين سواء داخل المطارات أو على متن الطائرات أخدا بعين الاعتبار الحاجيات الخاصة لكل شخص حسب نوعية الإعاقة واختتم مجلس الحكومة أشغله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم جوج 23112 بتطبيق القانون رقم 2519 المتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة قدمه السيد محمد المهدي بن سعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل ويهدف هذا المشروع إلى تطبيق أحكام القانون رقم 2519 المتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ولسيما المواد 18 و35 منه ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تحدد عدد أعضاء مجلس الإدارة للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وكيفية تعيينهم وكيفية تعيين أعضاء مجلس التوجيه والتتبع مع تحديد قائمة المصنفات المنصوصة عليها في المادة 35 من القانون السالف الدكر رقم 2519 والممثلة في كل من أصناف الموسيقى والدراما والأدب وفنون الرسمي والتشكيل وفن الأداء والإنتاج مع تحديد المقصود بالإدارة في مدلول المواد جوج و34 من القانون المذكور في السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل شكرا للمشاهدة السيد الوزير وعليكم السلام السيد الوزير كيفما كتعرفوا أن قانون الإضراب عنده جوج دي البوعدين البوعد الأول متعلق بشيغيلة والبوعد التالي متعلق بالاقتصاد الوطني في الجانب المتعلق بالمقاولة وينا نعرفوا اليوم تزامنا على بعد أيام قليلة من فدي حمي في نصت الحكومة في النقاش المتعلق بقانون الإضراب قانون الإضراب شكرا السيد الوزير مساء الخير مساء المرش نحن على بعد أيام قليلة من فاتح مي بغناكم تعطينا النتائج لتوصلتوا لها في هذا الحوار الاجتماعي وإش كان شي خبار صار شغلها في ما يخص رفع من الأفجور أو ما يشبه بذلك شكرا مرحبا سيد الوزير سيد الوزير بعدما شهدت بعد أسعار الخضار ارتفاعا ملحوظا في الشهور الأخيرة تم وقف التصدير الطماطم مثلا من طرف قرار من الحكومة ثم عاقد رئيس الحكومة اجتماعا مع المهنيين لحثهم على الحفاظ على التوازن بين اللي أنت شو تصدير سيد الوزير هل الحكومة واعية بهذا الاختلال حاصل بين الانتاج والتصدير ثم ما هي الإجراءات التي تتخذها لضمان الأمن الغذائي المغاربة تحية طيبة في تواصل مع المهنيين مع بداية موسم الحصار تبين أن الهكتار الواحد يعطي ما بين خمس قناطر وثلاثين قنطر في الهكتار في ذل هذه الوضعية هل ما زالت حكومة متمسكة بتوقعتها بخصوص معدل النمو وما هي الإجراءات التي تنوي اتخذها لمواجهة هذا الوضع الكاريس شكرا شكرا تحية طيبة السيد الوزير محمد فرنان مؤسسة تلك الوعيد مبارك سعيد واشهر الجميع مبارك أتير الجدل مؤخرا حول تعيين الحكومة لكاتب عام جديد لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وكانت الملاحظات حولها ثلاثة نقاط أولا لم يرشح نفسه وليس له علاقة بالتعليم وانتماء إلى حزب الأغلبية هنا أستعر سؤال طرحه برلماني من المعارضة لهذه الدرجة لا يوجد بوزارة من حجم وزارة التعليم أي كفاءة لتدوير كتاب العامة شكرا شكرا سيد الوزير مساء الخير لدي سؤال بخصوص ما تناوله الإعلام الإسباني حيث ندد مجموعة من مهنية قطاع الصيد البحري الإسباني بوجود عدد من قوارب الصيد المغربي بشكل غير قانوني في المياه الإسبانية وأيضا ولوجهم لأسليب صيد جائرة ممكن تعطينا هذا صحيح ومعلومة فتشان شكرا 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 أولا عيد مبارك سعيد إن شاء الله باليمن وبالبركات وبالقبول إن شاء الله لكل المواطنين المغربة وليكم طبعا أنتم حضرات السيدات والسادة رجال ونساء الصحافة جملة من القضايا أثرتمها تتعلق في شقها المرتبط بالحوار الاجتماعي فيها جزء آخر يرتبط يعني بقضايا طارئة وأنية وسوف أبدأ بالموضوع الأول الذي تمت إطارته والذي يتعلق بالمجهود الذي تقوم به اليوم السلطات العمومية بشكل عام من أجل معالجة واحد من المشكلات الكبيرة التي للأسف تأخرت بلادنا في معالجتها المتعلقة بالسكن غير لائق وبالسكن العشوائي ومجموعة من المشكلات التي نعترف جميعا بأنها كانت يعني نقاط سوداء في يعني في على جبين يعني الحكومات المتعاقبة وهذه الحكومة هذه انخرطت في نفس المصارد العمل من أجل حالة هذا الملف فطبيعي جدا أنه هذا العمل الذي تقوم به السلطات أنه يعرف في بعض الأحيان بعض المشكلات لكن أعتقد بأن الغاية والهدف هو أن نعالج هذا الموضوع لأنه بالفعل هذا الموضوع هو واحد من المداخل للمشكلات كبيرة جدا مرتبطة بالتعليم مرتبطة بالصحة مرتبطة بالغلوج للخدمات مرتبطة بجملة من القضايا والحكومة طبعا في الأسبوع الماضي كانت صدقت على واحد المرسوم اللي هو مهم جدا مرسوم الذي جاء لكي يعطي لمجموعة من المواطنين الإمكانية لأنهم يعالجوا الوضعية القانونية دي البنايات والجديد طبعا الذي يختلف فيه هذا المرسوم في صيغته الجديدة عن المرسوم الذي تمت المصادقة عليه في 2019 والذي لم يحقق النتائج المرجوة منه هو أنه في هذا المرسوم الجديد أعطت الحكومة الإمكانية حتى لأولئك الذين حررت في حقهم محاضر لمخالفات لكن مخالفات في حدود معينة مش يعود المخالفات الجسيمة لأنه المرسوم السابق لم يعطي هذه الإمكانية فبالتالي جاء الناس التي تحرّت في حقهم مخالفات حرموا من أن يعالجوا هذه المشكلات ف أنا أعتقد بأنه اليوم على مستوى الرباط هناك حوار هناك نقاش وهناك أيضا رغبة من أجل أن يتم معالجة هذه الملف في شكل طبيعي لهذه نتائج الحوار الاجتماعي ولن هذه الحكومة عبرت على إرادة ديلها منذ التعيين ديلها من طرف جلالة الملك ومنذ تنصيبها من طرف البرلمان لأنها تجعل من النقابات ومن منظمة أرباب العمل شريك أساسي ومحوري في يعني مباشرة مختلف الإصلاحات كيفما كان نوعها وفي الأسئلة ديلكم التي تفضلتوا بها تكلمت على بعض الأسئلة التي مرتبتها بالإضراب قانون الإضراب وأيضا هناك قوانين أحد أخرى لمرتبتها بالنقابات لكي تصبح على غرار الأحزاب التي تتمتع بقانون يحدد طريقة اشتغالها وينظم طريقة عملها فمنذ اليوم الأول ومنذ التعيين ديلة الحكومة هذه بخرطة في هذا الورش ديلة الحوار وكانت الجلسة الأولى مع القطاعات تبعا يعني في الشهر الأولى التعيين خاصة أتذكر قطاع ديلة الصحة والقطاع ديلة التعليم ثم جات مؤسسات وقطاعات وحدة أخرى متعددة اللي عرفت أيضا واحد النقاش وعرفت واحد الحوار مباشر جات المرحلة ديل أبريل من سنة 2022 والتوقع على ذلك الاتفاق الشهير للحكومة يعني اعتبرته واحد الرغبة مشتركة إلى جانب النقابات في الانطلاق في الإصلاح سويا وشفنا مجموعة من الأمور التي تمت الاستيجابة لها رامريك نتكلم على الملف كله شو مريته بدون ما نحسب الملف المرتبة بالترقيات راحنا في حدود 9 مليار ديال الدرهم عاد زيد لها يعني الترقيات اللي كانت مجمدة لمدة سنتين واللي جات الحكومة بشكل تلقائي وعبرت على أنها هذا الموضوع يجب أن النوح الحيلة هو بشكل سريع في هذه الأجواء ديالتقى وديال المسؤولية وديال الحرص على الاستيجابة إلى أقصى حد ممكن لمتطلبات الحركة النقابية في بلدنا جات هذه الجولة الجديدة من الحواري الإجتماعي واللي من خلالها السيد رئيس الحكومة مع السادة الوزراء المعنيون قدموا تشخيصا واقعيا وحقيقيا حول مختلف القضايا والوضعية بلادنا سواء على المستوى الاقتصادي والاجتماعي تم الاتفاق على تشكيل اللجنة هذه اللجنة سوف يعهد إليها طبعا هي لجنة مشتركة ما بين النقابات وما بين الحكومة في شقها المرتبط بالقطاع الخاص والعام الهدف من هذه اللجنة هو متابعة كل ما يمكن أن يتم تحقيقه خاصة اللي نعرف كيف يهمكم المرتبط بالرفع من القدرة الشرائية دي المواطني خاصة دي الأجراء فهذه اللي جنة الان نكبت على الاشتغال ديالها غادي تبدأ تشتغل في الأسبوع المقبلة والسيد وزير الشغل عنده موعد سنوي اللي خصوية تواصل فيه مع المواطنين أعتقد غادي يكون يوم 30 أبريل واللي غادي يعطيه واحد تصور مستفيد ومفصل حول مختلف هذه هي الظروف اللي ضبعت هذا المحطة هذه وفي نفس الوقت حول التوجيهات وحول المخرجات ديالها والظروف ديال الاشتغال بشكل مشترك مع النقابات قانون الإضراب يندرج صلب هذا الحوار هذا كين قانون الإضراب وكين قانون ديال النقابات وكين المأساسة ديال الحوار الاجتماعي اللي جبت واحد للهيئة مهمة اللي هي المرصد ديال ديال المرصد اللي غادي يعنا بمتابعة هاد هاد الملف شقه المرتبط بالمعطيات اللي عندها علاقة تصور دياله تقريبا مكتمل لكن لا يمكن للحكومة أن تبادرة من تلقاء نفسها وبشكل منفريد نحن دائما نجلس مع النقابات في إطار الحوار المسؤول الجد وفي الأسابيع المقبلة غادي يكون إن شاء الله جديد بخصوص قانون الإضراب لأنه واحد من المداخل الأساسية لكي نقنين هذا الموضوع وهو واحد من القوانين التنظيمية الوحيدة اللي بقت منذ دستور 2011 ولم يتم التصويت عليها بل الآن الأمل الغذائي ديال المغاربة الأمل الغذائي ديال لكن الظروف تختلف الظروف تختلف والسياقات أيضا تختلف هذه سنوات واحد ثلاثة سنوات والأربعة كنا نعيش في زمن الوفرة كان مجموعة ديال الأصوات كنا نسمعها في المجتمع كنت تقول بأن هذا مخطط المغرب الأخضر راح زاد في الإنتاج بشكل كبير جدا وهذا ما يمكن شخصنا راجعوا يعني الأهداف والراجع وكذا ومعمرني ما سمعت شي واحد كان يقول بأن مخطط المغرب الأخضر لم يحقق النتائج دياله داب الذي وقع في ظل هذه الثلاث سنوات الأخيرة لأن من كان عزل الواقع على السياق كان نكون غير منصفين في إصدار الأحكام هذه ثلاثة السنوات الأخيرة عرفت بلدنا واحدة الموجة شديدة ديال مقم صغير جدا ولكم أن تتمعان فيه الحصة ديال الفلاحة من الماء المخصص للري كنت نتكلم تقريبا على حوالي واحد ستة المليار متر مكعب سنة الماضية تم تخصيص فقط مليار متر مكعب بمعنى أن الحصة ديال الماء انخفضت حوالي ثمانين في المئة لا أحد يتحدث حول هذا الموضوع نجعل هذه المعطيات المرتبطة بالمدخلات في الإنتاج الفلاحي ونمشي ونصدره واحد لمجموعة هذه القيم لأننا متأكد إذا كانت سانة منطرة لا نسمع هذا الكلام فبالتالي الحكم يجب أن يكون حكما منصفا عبره نستحضر السياق كله ونستحضر المعطيات كلها لكي نعطيه واحد الحكم يكون منصف وإلا وإلا سنكون نطلق الأراء على وهينها ولا نقدم تقيما حقيقيا لأي استراتيجية كيفما كان نعديلها على مستوى المدخلات وهنا نريد أن تتكلم على جوجة الأنواع المدخلات المدخلات المرتبطة بالأسميدة العمق هذه ما لدينا فيها مشكل هذه ننتجها وطنيا والأسعار لم تتغير منذ سنوات لكن في الفتارات البرد نحن نعرف البرد الذي كان في يناير وفبراير وإضطر على إنتاج الخضر خاصة الطماطم كان يستعمل ما يمكنه أن نطلق عليه بالأسميدة للسطح السمد رقم واحد هو الأزوت والأزوت من أين يأتي من ثلاثة دول معروفة من الصين ومن روسيا ومن الولايات المتحدة الأمريكية لأن الأزوت هو نتيجة الإنتاج في الأساس المادة الأساسية في الإنتاج للأزوت هي الغاز دونك الدول التي تنتج والغاز هي الدول التي تنتج الأسعار للأزوت تضاعفت وارتفعت ججد المرات وثلاثة المرات مجموعة المدخلات الأخرى التي تتدخل في الإنتاج الفلاحي وهذا لماذا الحكومة في الأسبوع ما قبل ما اخذت إجراءات عبر إزالة وعبر حدف ضربة على القيمة المضافة على هذه المنتجات على هذه المواد التي تستعمل خاصة في بناء هذه البيوت إلى غير ذلك ميناء والمكناناء إلى غيرها من الأذو يجب أن نعترف بأن بالإضافة إلى انخفاض الكميات المخصصة للسقي بالإضافة إلى سنوات الجفاف التي تعاقبت على بلادنا وهناك ارتفاع كبير في كلفة الإنتاج وهذا هو الذي أضطر وخلى واحد الارتباك يوقع سيد رئيس الحكومة في اجتماعه مع القطاعات المعنية ومع الوزراء المعنيون ركز على واحد قضية أساسية جدا ما هي هي كيف يمكن للحكومة أن تتدخل لكي نحقق ما يمكن أن نصطلح عليه بالتوازن لأنه في نهاية المطف نحن نحتاج إلى هذا التوازن صحيح في لحظات الحكومة تدخلات ووقفات تصدير ولكن يجب أن ننتبه هذا موضوع الذي قصنا ناخده في إطار واحد التوازن نعطيه الإمكانيات ونعطيه الأولوية للسوق الوطنية ونعطيه المنتجات الفلاحية بأسعار معقولة للمواطنين لكن في نفس الوقت هذا الطفرة التي عرفها النشاط الفلاحي وهذا العمل الكبير التي قاموا به في اللحافات السنوات تقصد شجعوه أكثر باش يمشيوا في مجال نحو الإنتاج بشكل كبير دابا الآن في الشقة المرتبط بالحبوب مخطط المغرب الأخضر معمره مكان أعطى معطيات على أن الحبوب غادين نفوت واحد سبعين ولا ثمانين هذا هو المعدل لأنه نعرف بأن إنتاج الحبوب هو مرتبط بشكل مباشر مع التساقطات ثم إنتاج الحبوب يجب أن نعرف وهذا يعرفه أنها من السلاسل الإنتاجية الأقل شغيلا ومخطط المغرب الأخضر جاء بواحد الفكرة وواحد الهدف هو الرفع من الشغل وفورة الشغل لأنه كتغرس تحصد كتكون واحد اليد عاملة بسيطة التي تدر لك المراقبة والتتبع لكن الأشجار المتميرة والخضار خاصة القطاع للحم الحمراء هذا هو من أكبر القطاعات تشغيلا في العالم القراوي وإنتاجا للطروة وهو أيضا تأثرة بفعل الجفا وتأثرة بفعل الكوفيد وعوامل أخرى سوف يأتي الوقت المناسب لكي نتطرق إليها بإمعان إذن هذه السلاسل كلها تأثرت بمجموعة من العوامل المتعاقبة ومجموعة من الصدمات التي جاءت متعاقبة طبيعي جدا أنه هذا الإنتاج لا يكون واحد المستوى معين بالرغم من أن الرقم الذي يتكلم عليه من الأستاذ هذا في المناطق لما كتعرفش واحد المكنانة قوية وما كتعرفش واحد الاستعمال للبذور المختارة وما كتعرفش واحد الاستعمال المتابعة إلى غير ذلك لأنه غير في منطقة مرشوش هنا أكي الكو كيلو مات خمان رباط كان أرقام كبيرة جدا وصلوا لها الفلاح ولكن الفلاحة طبعا أني كتكون سنوات يعني سنوات منطرة وكتكون واحد المكنانة على مستوى عالي وواحد التتبع إلى غيرها من المعطيات فهذا الموضوع هذا هو واحد من الإكرارات اللي الحكومة تواكبهم تتابعهم وفي كل مرة مرة كنشوفوا بأن الحكومة تتدخل عبر جملة من الإجراءات إما إجراءات ديال نرفعوه أو لا نحذفوه منطريب على القيمة المضافة إما أنه نعملوا واحد الدعم مباشر كيفما عملنا في السلسلة ديال السكر رفعنا من السعر ديال الشمندر لمدزاج هذه السنوات ومن السعر ديال القصب السكر لماذا؟ لكي ندفع هؤلاء الفلاحة باش يحافظوا على الإنتاج ديالهم لكي ندفعهم أكتر باش يتملوا الإنتاج ديالهم ولكي نعطيهم وحد الدعم لأعتقد بأنه ولمشي نفذ الاتجاه نحن ندعم المنتج المغربي ولا ندعم المنتج الذي نستورده من عنده هذه المادة بشكل خام فهذه الملفات المعقدة ومركبة واللي بلادنا زعم بغض النظر لمن يعود الفضل في إنتاج هذه السياسة العمومية هذه سياسة عمومية كبيرة وسياسة عمومية اللي قدمات نسائش كبيرة ما نجيوش بين عاشية وضحاها ونرميوك في متى قلمة الفرنسي يعني الجانين والماء ديالجانين فهذه قضايا تحتاج إلى كثير من يعني الدراسة والتتبع والتقييم العقلاني والموضوعي موضوع ديال أنا أعتقد بأن الوزارة ديال التعليم عملها دارت واحد وحد كومينيكي وهذاك الكومينيكي كان واضح ولكن السؤال اللي بغت نطرحه سي محمد واش حينما قامت الوزارة ديال التربية الوطنية بهذا التعيين هل خرقت القانون يلتعين في المناصب العليا هذا هو السؤال اللي بغت نطرحه هل خرقت القانون أنا لا أعتقد بأنها خرقت القانون لأن المباراة ديست بشترجع القانون المنظم للوظيفة العمومية يتم تنظيم المباراة لا منصة من المباراة لا بد أن تنظم مباراة حينما تنظم هذه المباراة تيجي واحد من جمعة ديالنس التي تقدمه طبعا هناك الجناء هذه الجناء يؤهد إليها بدراسة هذه الطلبات طبعا وانتقاء ملفات مستوفية الشروط بعد ذلك تبدأ الفترة ديال المرحلة ديال المقابلات وفي المقابلات هذه الجناء يستقر لديها رأيه إلي شفت وترتب هؤلاء المتبارون حسب النتائج لكن في بعض الأحيان حينما يتم تنظيم هذه المباراة يجيبش الله هذا القانون للتعين في المناصب العليا الذي هو قانون تمت المصادقة عليه في الولاية ما قبل الماضي لا يقال بأنه هذا القانون جبت هذه الحكومة هذه الحكومة تعدله في شقه فقط المرتبط بإضافة مؤسسات عمومية مني كدرش مؤسسة عمومية بحل مثلا ذاك الصندوق ديال محمد السادس هذه الحكومة زادته في المجال الخاص بالمجال الاستراتيجي الذي يعينه فيه جلالة المالك عبر مجلسين وزاري هذا هو التغيير اللي عملت هذه الحكومة فبالتالي الإمكانية ديال منين ما كيكونش هذا يتم يمكن للحكومة أن تعين يعني الشخص الذي طرى بأنه جدير بأن يتحمل هذه المسؤولية بخصوص الملف الأخير المرتبط هو لأن في علاقتنا في المجال المرتبط بالصيد البحري طبيعي جدا أنه تكون تكون بعض يعني من الحل الآخر بعض الإشكالات المرتبطة يعني بمجال الصيد البحري خاصة من قبل بعد يعني الزغماتور يعني الزغماتور ديون خاصة في منطقة البحر الأبيض المتوسط بين المغرب وإسبانيا لكن نريد أن أؤكد بأن المغرب حريص كل الحرص على فرض احترام المقتضيات والتفاهمة الجاري بها العمل وتطبيق كل المقتضيات القانونية على كل أرماتور يعني كل مجهيز من مجهيز الصيد مغربي يقوم بأي خرق سواء فيما يتعلق بمجالات الصيد أو فيما يتعلق باستعمال بعض الأدوات وبعض الأسليب الغير القانونية شكرا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة